السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار هذا كله من الخير وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من قال حين يأوي الى فراشه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه وان كانت مثل زباد البحر وان كانت عدد اوراق الشجار وان كانت عدد رمال الصحراء وان كانت عدد ايام الدنيا فالاستغفار هو شيء عظيم ومبارك ودائما كتر منه منقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعود بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا الله فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله من القنوط من رحمة الله استغفر الله من عدم القيام بحق الله استغفر الله تعالى من عقوق الاباء والامهات استغفر الله تعالى من قطيعة الارحام استغفر الله تعالى من اكتساب الاثام استغفر الله تعالى من حب الجاه والمال استغفر الله من شهوة القيل والقال استغفر الله من رؤية النفس بعين التعظيم أستغفر الله تعالى من نهر السائل وقهر اليتيم أستغفر الله تعالى من الغيبة والنميمة أستغفر الله تعالى من سيل أخلاق الذميمة أستغفر الله تعالى مما يكره الله تعالى ظاهرا وباطنا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم يا ودود يا ودود يا دل عرش المجيد يا فعال لما يريد يا مبدئ يا معيد يا حي يا قيوم نسألك اللهم بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أركان عرشك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا بارئ البريات يا غافر الخطيات يا عالم الخفيات صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات صلوا كثيرا على رسول الله أيها الأحباب الكرام هذه ليلة الجمعة ربنا سبحانه وتعالى يرد على سيدنا النبي روحه الطاهرة فكل من صلى عليه تبلغه صلاتنا بأسمائنا وأسماء أمهاتنا وأبائنا ومن صلى على النبي الكريم أحبه الله وأحبه رسول الله ومن أكثر من الصلاة للنبي الكريم نال شفاعته يوم الدين نال شفاعته يوم الدين فصلوا جميعا على مقام رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والاستغفار ممكن أن نقوله في كل وقت وحين قبل الفجر وبعد الفجر الاستغفار ما عنده حد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من لازم من لازم لازم الاستغفار جعل الله له من كلها من فراجة ومن كل ديق مخرجة ورزقه من حيث لا يحتسب فالاستغفار ممكن ديره قبل الآدن بعد الآدن ما عنده وقت ما عندهش الوقت ولا يتطلب الوضوء ولا القبلة ومن أحبه الله تعالى ألهمه الاستغفار فانطلبوا الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم نور الإيمان ونور اليقين انطلبوا الله سبحانه وتعالى يعطينا وإياكم البركة والتيسير انطلبوا الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الخيرات والبركات ويلهمنا الاستغفار في كل وقت وحين لحب الله تعالى يلهمه هذا الاستغفار وهو سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ودائما كتر منه ونقولوا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا الله فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله من القنوط من رحمة الله أستغفر الله من عدم القيام بحق الله أستغفر الله تعالى من عقوق الآباء والأمهات أستغفر الله تعالى من قطيعة الأرحام أستغفر الله تعالى من اكتساب الآثام أستغفر الله تعالى من حب الجاه والمال أستغفر الله من شهوة القيل والقال أستغفر الله من رؤية النفس بعين التعظيم أستغفر الله تعالى من نهر السائل وقهر اليتيم أستغفر الله تعالى من الغيبة والنميمة أستغفر الله تعالى من سي الأخلاق الذميمة أستغفر الله تعالى مما يكره الله تعالى ظاهرا وباطنا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم يا ودود يا ودود يا دل عرش المجيد يا فعال لما يريد يا مبدء يا معيد يا حي يا قيوم نسألك اللهم بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أركان عرشك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا بارئ البريات يا غافر الخطيات يا عالم الخفيات صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات صلوا كثيرا على رسول الله أيها الأحباب الكرام